استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمقر إقامته بنيويورك وزير الخارجية الإماراتية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي اللقاء شهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بدور دولة الإمارات العربية المتحدة الفاعل في إطار تحالف دعم الشرعية وتدخلاتها الإنمائية والإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني في ظل ظروف الحرب الظالمة التي أشعلتها الميليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني وتحدث فخامة الرئيس عن مستجدات الوضع اليمني ومسار الهدن الإنسانية وخرقات الميليشيا الحوثية التي تهدد المساعي الإقليمية والدولية الرامية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن من جانبه يأكد وزير الخارجية الإماراتي استمرار دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومواجهة التحديات المشتركة على مختلف المستويات حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية يحياء الشعيبي ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك ومن دوب بلادنا الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي كما حضر اللقاء عن الجانب الإماراتي وزيرة الدولة للتعاون الدولي ريم الهاشمي ترجمة نانسي قنقر